بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ثم أما بعد اللغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للاحتفال باللغة العربية اللغة العربية تعتبر من أذكاء اللغات من ناحية الأبجادية وربط الجمل ببعضها بعضا قاموس اللغة العربية تجاوز 12 مليون كلمة مما يجعلها دائما رقم واحد عالميا من حيث درجة الدقة في المعاني اللغة العربية أيضا تمتلك 16 ألف جذر لغوي وهو عدد يفوق كل جذور اللغات في العالم اللغة العربية لغة أهل الجنة اللغة العربية لغة القرآن الكريم يقول الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربية يقول الله عز وجل بلسان عربي مبين يقول حليم تدرس عن فضل اللغة العربية لا تلومني في هواها أنا لا أهوى سواها لست وحدي أفتديها كلنا اليوم فداها نزلت في كل نفس وتمشت في دماها فبها الأم تغنت وبها الوالد فاها لغة الأجداد هذه رفع الله لواها فأعيدوا يا بنيها نهضة تحيي رجاها لم يمت شعب تفانى في هواها واصطفاها اللغة العربية لغة أهل الجنة لغة الأنبياء كما قال الكثيرون بل يجب أن نعلم أن هناك أناس كثيرون غير عرب شاهدوا للغة العربية وعلى سبيل المثال نجد المستشرك الفرنسي ريجيب لشير يقول من أهم خصائص العربية قدرتها على التعبير عن معاني ثانوية لا تعرف الشعوب الغربية كيف تعبر عنها الكاتب الإسكتلندي جون جيمي لي يقول اللغة العربية لم تتداخل لم تتراجع عن أرض دخلتها لتأثيرها الناشئ من كونها لغة دين ولغة مدنية لم تبقى لغة أوروبية واحدة لم يصلها شيء من اللسان العربي المبين يقول المستشرك الفرنسي كما قلنا أن من أهم خصائص اللغة العربية هو قدرتها على التعبير ويقول المستشرك الألماني تيودور نول ديكا لابد أن يزداد تعجب المرء من وفرة مفردات اللغة العربية عندما يعرف أن علاقات المعيشة عند العرب بسيطة جدا ولكنهم في داقل هذه الدائرة يرمزون للفرق الدقيق في المعنى بكلمة خاصة رئيس الحركة الأولمبية قال أن اللغة العربية هي أكثر اللغات الحية في العالم قدرة على الانتشار في العالم كله اللغة العربية تكلم بها أكثر من 300 مليون عربي ولكن يتحدث بها حوالي مليار و 600 مليون مسلم على وجه الأرض يقرؤون بها القرآن الكريم ويصلون بها صلواتهم اللغة العربية يجب أن نتقنها يجب أن نتعلمها كما قال سيدنا عمر بن الخطاب تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل والمرؤة بلسان عربي مبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر